وتنوي إلينا من بغداد الباحثة السياسية سهد الشماري سيد سهد أهلا بك شكرا لقبول الدعوة كيف سيحل البرلمان وفق ألية الصدر التي طرحها؟ تحية طيب الحضرتك أستاذ معانو الكافة مشاهديكم الكرام تتلخص الأزمة السياسية في العراق بأنه تتقدم خطوة إلى الأمام وعشر خطوات إلى الوراء اليوم لا طريق لحل البرلمان سوى طريقتين وهي وفق المادة الرابعة وستون من الدستور العراقي حيث يقدم طلب من رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية ومن ثم رئيس الجمهورية يقدم طلب إلى البرلمان لحل نفسه وهذا الأمر الآن مستحيل لأن حكومة السيد الكاظمي هي حكومة تصريف أعمال وليست حكومة أصيلة ولا يحق لها التقدم بهذا الطلب والطلب الثاني بحضور ثلثي أعضاء مجلس النوابي يحل البرلمان نفسه وهذا الطلب أيضا صعب جدا تحقيق الآن لو توفر هذا العدد أن أعضاء مجلس النوابي يجلسون لحل نفسهم لكان هناك آلية سهلة وسلسلة لإنعقاد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية واليوم حين تقدم السيد الصدر بطلب إلى القضاء العراقي أعتقد أنها كوسائل ضغط لا أكثر حيث ناء القضاء العراقي بنفسه من باب الفصل بين السلطات فلا يحق للقضاء العراقي أن يقدم طلب للبرلمان أن يحل نفسه هذا يخص البرلمان نفسه لكن التصعيدات بين قادة القوة والسياسيين وأيضا هناك حدة التصريحات أدت إلى تعقيد المشهد اليوم أمامنا مشهد ضبابي قوة ضغطة في الشارع عناد سياسي وتصريحات سياسية من الممكن أن تفتح أبواب عديدة أعتقد أنه طلب بقدر ما هو مهلى أعطاه الصدر مدة أسبوع للقضاء لأن يحل البرلمان وبالتالي هناك من يترجم هذا بأنه تهديد إذا لم يحل البرلمان أو يحل البرلمان من قبل القضاء فأنه ربما سيصعد ما خيارات القضاء هنا إذا كانت لديك معلومات أعتقد أن القضاء يتعامل مع أوراق القضاء هو صفته يتعامل مع الشكاوي والأوراق التي يقدم لا يعني يزج نفسه بين صراعات بين قوة سياسية وأحزاب سياسية أو قوة سياسية هذا نقطة النقطة الثانية والأهم تصريحات السيد الصدر الأخيرة أنه لن يبدأ بقتال أو احتدام سياسي لحد الصدام مع الكتل السياسية الأخرى هذا أيضا جانب يجب أن أخذ النظر به الوسائل الضغطة التي يستخدمها سيد الصدر هو الجمهور الجمهور الذي الآن يغير المعادلة السياسية الموجودة في المشهد السياسي العراقي الإطار التنسيق استخدم الثلث الضامن لتعطيل جلسة انتخاب مجلس رئيس الوزراء رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة اليوم سيد الصدر استخدم البرلمان الشعبي كما نسميه لتعطيل أصلا لنعقادة جلسة وتعطيل العملية السياسية بالكامل لأنها وصفها بعملية فاسدة يقودها فاسدين فاليوم هذه الأجواء المشحونة وهذه التعقيدات لا تحل إلا بطاولة حوار قبل طاولة الحوار يجب أن تكون مبادئة بكفيظ ظامن بين قادة القوى السياسيين الذين فاقدين الثقة فيما بينهم طيب وأيضا هناك الشعب فقد الثقة بالطبقة السياسية عندنا أنه لا نفصل الشعب عن الطبقة السياسية السؤال هو كيف سيكون قرار المجلس القضاء الأعلى هل تعتقدين أن القضاء سيحل البرلمان بشرط إعادة نواب التيار الصدري إلى مجلس النواب برأيك؟ هذا هو المراد المغزى بالنهاية إعادة نواب التيار الصدري حتى يحل البرلمان بإجماع أو تصويت من هناك؟ أو ماذا؟ أستاذ ما أنا أعتقد أن القضاء قبل قليل نأى بنفسه عن هذا الموضوع من باب مبدأ الفصل بين السلطات يعني ابتعد كثيرا عن هذا الموضوع اليوم السيد الصدر لو أراد العودة إلى العملية السياسية لم نسحب منها أساسا هناك خصومات بين زعامة وقيادة داخل المشهد السياسي لأن حكومات سابقة قادوها نفس القوى السياسية على نفس منهجية الحكوم على نفس مسار الحكوم قادتنا للفشل أو صلتنا للذين نحن فيه الآن أعتقد أنه مجرد ضغوط اليوم الصدر عازم على تغيير المشهد السياسي بأطر قد تكون ضاغطة قد تكون دستورية قد تكون توائم مطالب الشارع العراقي وهي أيضا هو اليوم الجميع أذعا للذهاب للانتخابات المبكرة اختلفوا في التفاصيل والأمور الإدارية والفنية اليوم ما هي الحكومة التي سوف تذهب بنا لهذا المشهد هل سيكون التصويت لحكومة السيد الكاظمي بالذهاب لهذا المشهد وإعطائها صلاحيات كاملة أم سيأتون بمرشح بجين عن السوداني كي يكون مرشح وسطي لا يثير حفظة التيار هو من يقود هذا المشهد القادم وما هو آلية قانون الانتخابات الجديدة إلى حد الآن لم يظهر أي دعم يعني زعيم تير الصدري ومقتدر الصدر دعا التشرينيين وباقي مكونات الشعب إلى المشاركة ونظيمها من الاعتصامات إلى الآن لم يظهر أي دعم من قبل التشرينيين كيف يقرأ هذا اليوم التشرينيين قد نأوا بنفسهم عن الصراعات السياسية لكنهم مبادئهم والمطالبات التي ظهروا بها مطالبات يعني مظاهرات تشرين أتت مطالب التيار الصدري توائم هذه المطالبات لكن اليوم هو من يحرك المشهد هي زعامة وقيادة جمهور التيار الصدري هو الجمهور الضاغط على الحكومة أو على القوى السياسية التي شاركت في الحكومة العراقية والتي من شأنها قد تغير المشهد السياسي العراقي لأنه لو لاحظنا فرق التظاهرات بين مظاهرات تشرين والمظاهرات الحالية الجسر الذي عبروا عليه جمهور التيار الصدري سقط عليك ما يقارب 600 إلى 800 ألف شهيد يعني 600 إلى 800 شهيد و25 ألف جريح مجرد عبرت الجسر اليوم التيار الصدري وجمهورة دخلوا بأريحية إلى مجلس النواب هذا يعني أن هناك قوى سياسية مختلفة فيما بينها تعرف حجوم القوى المقابلها وخطورتها فلا تحدد معاصر رعبها اليوم الشعب أن فقد الثقة بقاتة وفقد الثقة بالعملية السياسية بالمجمل لا يفقد الثقة بما طالب إليه من تغيير قد يكون اليوم التيار الصدري قد أتى أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أتى متأخرا يعني بخضم أربع دورات انتخابية سابقة اليوم نهضة السيد الصدر وباء بالعملية السياسية أنه فاشلة يقودها فاسدين شخص كثير من الأمور قالها بشجاعة شخص الخلل في العملية السياسية وطالب أيضا بتغيير دستور وهذا ما دع عليه السيد برهم صالح وما شخصه السيد أيضا فأق زيدا هناك قوة سياسية وقادة قوة سياسية أن يريدون الذهاب للتغيير بغض النظر عن من يريد البقاء على نفس التوافقية ونفس منهجية الحكومة التي قادتنا إلى هذا الانسداد السياسي من بغض الباحثة السياسية يا سهادة الشمري شكرا جزيلا لك